السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية الزراعة وتجذير النبادات في المنزل موضوعنا لهذا اليوم هو زراعة بذور البباية من الثمرة نفسها بطريقتين هنا نفتح الثمرة رح نلاحظ وجود بذور كثيرة داخل هذه الثمرة نختار الثمرة الناضجة حتى تكون بذورها ناضجة وصالحة للزراعة إن شاء الله رح نتكلم في هذا الفيديو عن كل ما يخص نبات البباية من العناية بهذا النبات من حيث الأضاءة الريء التسميد التربة والمناخة المناسبة ووقت الزراعة وأيضا متابعة نمو النبات لعمر ثلاثة أشهر مثل ما نلاحظ في داخل هذه الثمرة الكثير الكثير من البذور رح نختار البذور الناضجة واللي يكون لونها لون البذرة سوداء اللون في هذا الشكل رح نلاحظ داخل هذه الثمرة الكثير من البذور تكون مختلفة بعض الشيء في اللون منها يكون اللون الأسود منها يكون اللون الأبيض اللون الأبيض أو الماء لللون الأصفر فهذه بدور غير ناضجة لا تصلح للزراعة نختار البذور اللي يكون لونها أسود هذه اللي تكون هي البذور الناضجة يحيط بهذه البذرة غشاء خفيف نضغط عليه بهذا الشكل حتى تسهل عندنا عملية إنبات البذور بعد زراعتها ونشوف إن شاء الله الخطوات اللي نتبعها في هذا الفيديو إن شاء الله ونشوف أي البذور اللي تكون صالحة للزراعة والبذور اللي لازم نتخلص منها رح ناخذ البذور ونضعها في قلبة أو طاسة صغيرة بإمكاننا استخدام ملعقة لاستخراج البذور بكل سهولة أرجو دعم القناة بوضع لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة الآن رح ناخذها ونغسلها غسل جيد هنانا بعد ما أخذناها وغسلناها غسل جيد وأيضا نتخلصنا من الغطاء المحيط بالبذرة نرجع حان نفس الطاسة أو العلبة اللي وضعنا فيها البذور الخطوة الأولى نقوم بنقع هذه البذور نضيف عليها القليل من الماء لكي نعرف البذور الصالحة للزراعة من البذور الغير صالحة للزراعة البذور الغير صالحة للزراعة رح تطفو فوق الماء هذه البذور نتخلص منها تكون غير صالحة للزراعة شوف هذه البذور كيف طافت إلى العلة حصلت على هذه البذور الكبيرة الناضجة من بذور الببايا رح نرجع ننقعها بالماء ونتركها ليلة كاملة لتحفيز البذرة على الإنبات والنمو هنا أنا بعد ما تركتها ليلة كاملة أيضا بعض البذور طافت للأعلى أيضا نرفعها ونتخلص منها هذه بذور غير صالحة للإنبات تعيش الببايا في المناطق الدافئة لا تتحمل المناطق الباردة تنمو الببايا في جميع أنواع التراب سواء كانت تربة رملية أو تربة صخرية أو طينية طالما أنها تربة جيدة التصريف ممكن أيضا استخدام تربة البيتموس والكومبوست هذه الطريقة نترك البذور ليلة كاملة في الماء حتى نحفز البذرة على الإنبات بصورة أسرع ممكن أن نأخذها من الثمرة مباشرة ونزرعها لكن طريقة نقع حاليا كان لتحفيز البذرة على النمو هنأخذها ونصفيها من إنماء حصلت على بذور جيدة هنا أنا أنا محضرة خليط من تربة البيتموس والكومبوست ورططت التربة مسبقا بهذا الشكل تكون التربة رطبة بهذا الشكل نأخذ البذور وننثرها على سطح التربة بهذا الشكل بشكل متساوي قدر المستطاع ونغطيها بطبقة خفيفة من التربة نكبس التربة على الخفيف بهذا الشكل ثم نرويها بالقليل من الماء ويفضل استخدام البخاخة حتى ما تتحرك البذور من مكانها نضعها في مكان ظل لا تصله أضاءة الشمس لتسهل عدنا عملية الإنبات بعد ما تكبر عدنا النبتة تقريبا بطول شبر أو شبر ونص بإمكاننا تعريضها إلى الشمس المباشرة تدريجيا أما الطريقة الثانية نأخذ علبة بلاستيك ونأخذ منديل ورقي نضع المنديل الورقي داخل هذه العلبة لبلاستيك ثم نرطب المنديل ترطيب خفيف منغرق بالماء فقط ترطيب خفيف ثم نضع البذور على المنديل بهذا الشكل نحاول نفرق البذرات عن بعض ما نخذها تلتسق ثم نغطي الطبقة الثانية من منديل ورقي آخر ونرطب المنديل أيضا بقليل من الماء هذه الطريقة أيضا طريقة ناجحة مئة بالمئة وطريقة مجربة ثم نغطي العلبة لبلاستيك بغطاء ونضعها في مكان ظل ونحرص على تغيير المنديل كل يومين أو كل ثلاثة أيام حتى ما تتعفن عندنا البذور بعد سبوعين من وضعنا البذور في التربة بدأت تظهر عندي الإمباتات بهذا الشكل بعد ظهور الإمبات بهذا الشكل نضعها في مكان تصله أضاءة شمس جدا خفيفة وغير مباشرة لتسل أدنى عملية النمو أما الطريقة الثانية اللي وضعنا البذور في المنديل الورقي بعد عشر تيام بدأت تظهر عندي الجذور جذرت عندي البذور بعض منها بعض البذور بعدها لسه ما ظهرت عندي بها أي جذور ممكن تتأخر إلى سبوعين أو ثلاثة أسابيع حسب نشاط البذرة بمجرد ظهور الجذر بإمكان ننقلها إلى التربة مباشرة أحيانا يتأخر تجذير البذور هذا يعتمد على حرارة الجو وأيضا نشاط البذرة هنا عندي بعض البذور طلعت من عدها النبتة أيضا هذه جاهزة للنقل إلى التربة أما البذور التي لم تجذر معي بإمكاني أن أرجحها إلى العلبة مرة أخرى وأنتظر كم يوم إلى أن نتجذر معي جميع البذور ومن ثم أنقلها إلى التربة أرجو دعم القناة بوضع لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة أفضل وقت لزراعتها هو في شهر واحد شهر اثنين وشهر ثلاثة وأيضا شهر تسعة نتجنب أشهر الحر لضمان ونجاح الزراعة وتنجح زراعته في المناطق الدافئة ونتابع مع بعض النمو هنا أنا عندي بعد أسبوعين من غرسنا البذور في التربة اللي جذرت أدنا في المنديل الورقي ما شاء الله النمو الخضري ممتاز بعد ثلاث أسابيع من نقلنا البذرة إلى التربة هذه الطريقة الثانية اللي جذرناها في المنديل الورقي بإمكاننا فصل الشتلات بعد ما تكبر لنبتعدنا شويه بإمكاننا زراعة كل شتلة في أصيص مستقل أو في مكان مستقل في أرض الحديقة ننتظر إلى أنيق وساق النبات حتى يسل عندنا عملية فصل النبات بكل سهولة كل ما كانت التربة خفيفة كل ما كانت فصل البادرات أسهل هنا نبعت شهر من غرسنا البذور في التربة مباشرة كبرت وياي النبتة بهذا الشكل أيضاً هنا النمو الخضري ممتاز جداً ما شاء الله أنتظر عليها إلى أن تكبر النبتة أكثر وبعدها أفصل الشتلات وأزرع كل شتلة في أصيص مستقل بعد ست أسابيع بلشت تظهر عندي أوراق البابايا الحقيقية كبرت أدي النبتة أكثر هذه الأوراق الحقيقية للنبتة بالنسبة للتسميد يسمد هذا النبات كل شهر مرة بإمكاننا استخدام سماد الNPK أو بإمكانكم تسميده بالأسمدة الطبيعية كل أسبوعين مرة بالنسبة للري هذا يعتمد على حرارة الجو والنوع التربة إذا كانت التربة طينية تحتفظ بالماء فترة طويلة لذلك يجب ري النبات كل ثلاثة أو أربعة أيام أما التربة الرملية أو الصخرية يتم ريها مرة واحدة كل يومين خلال الطقس الحار بعد ثلاثة أشهر من غرسنا البذور في التربة كبرت ويعين نبتة بهذا الشكل وأيضا الأوراق نموها ممتاز جدا وحجمها ممتاز في هذه المرحلة بإمكاننا تعريض النبات إلى الشمس ويفضل وضعها في مكان تصله الشمس بشكل جزئي حتى لا تحترق أوراق النبات ومثل ما ذكرنا في الفيديو نعرض النبات تدريجيا إلى الشمس لا نضعه في الشمس المباشرة بشكل مباشر حتى لا ينصدم النبات ويذبلو يموت عندنا نعرضها إلى ضوء الشمس تدريجيا الآن رح أفصل هذه الشتلات وأزرع كل شتلة في أصيص مستقل لنمو أفضل للنبات كلما كانت التربة خفيفة فصل الشتلات يكون أسهل يبدأ النبات بالإزهار من خمسة أشهر إلى ستة أشهر وتبدأ نبات البابايا بالإثمار من عمر سنة إلى سنة ونصف نلاحظ هاي جذور النبات مفتازة جدا بعد أن أضع هذه الشتلات في أصيص صغيرة أنتظر عليها تقريبا شهر آخر تكبر عدة نبتة أكثر ومن ثم أنقلها إلى المكان المستديم نعمل فتحة في التربة ثم نغرس الشتلة ونكبس عليها من الأطراف حتى تثبت الشتلة في التربة هنا حضيب بعض التربة إلى الأصيص أتأكد أن الجذور كلها تغطت بصورة صحيحة هذه الشتلة الأولى طبعا عندي هنا في هذا الأصيص الكثير من الشتلات أكثر من خمسين شتلة هنفصل كم وحدة ونزرعها في أصيص صغيرة ننتبه على الجذور عند فصل الشتلة أو أخراجها من التربة هذه الشتلة الثانية نرويها بالقليل من الماء ونضعها في مكان تصله لإضاءة الشمس بشكل جزئي لنمو أفضل للنبات هذا هو شكلهم النهائي بعدما نقلتهم إلى مكان مستقل سأراويكم عندي شتلة نقلتها إلى أرض الحديقة قبل شهر هنا أنا عندي كبرت عندي النبتة وأيضا الأوراق أصبحت كبيرة الحجم أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم وأرجو أن يكون الفيديو والشرح واضح ولا تنسون من وضع لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة ولتشجيعي على تقديم الأفضل دمتم في أمان الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته